اهلا بحضراتكم مرة تانية برحب النهاردة بضفنا في المحترف النقد الرياضي المتميز محمد الفرمي هننكلم معاه في ملفاتنا النهاردة المهمة جدا على مستوى محترفين المصريين المعروفين وبينكسين وبعد اللعيبة المحترفة على مستوى عالي جدا ولكن مش في الصورة هنحاول زي ما قلت لحضراتكم في الفترة اللي جاية هنلقي الدوء بشكل مميز جدا على كل اللعيبة المصرية اللي بتلعب في الدوريات المختلفة وتكون ان شاء الله بإذن الله السلاح لمنتخبنا في الفترة اللي جاية محمد مساء الخير عليك كل سنة وانت طيب عيد مبارك وعيد سعيد عليك ربنا خليك كابتن مبسوط دايما بكل محضرتك في المحترفة في قناة الاهلي وكل سنة وكل الشعوب العربية ومصر كلها بخير وانت طيب يا حبيبي انت دايما بتنورنا محمد وعندنا النهاردة ملفات اعتقد انت افضل واحد هتتكلم عليها خلينا نبدأ معاك بمحترفين المصريين قبل ما نخش على المحترفين اللي مش معروفين بشكل او باخر نتكلم على يمكن محمد صلاح وتريزيجيه خاصة ناخد تريزيجيه لان تريزيجيه كمان خرج من الفريمير ليج الى الدوري التركي شفت النقلة دي ازاي تريزيجيه طبعا لعيب مميز جدا جدا وكان ظهر بمستوى رائع مع استون فيلا لكن الاصابة يمكن منعته من يعني الاستمرار في التقلق بشكل كبير يعني هو تريزيجيه لعيب يعني لعيب جيد جدا جدا ممكن مش محظوظ شوية في الاصابات قبل اصابته مع استون فيلا كان تقريبا نجم الفريق وكان الموسم اللي قبلها كان هو السبب في بقاهم في الدوري لكن يمكن انا بحس تريزيجيه من الناس اللي بتستعجل شوية في الانتقالات وما بتدرسهاش بالشكل المناسب بالنسبة لي يعني بتربزون فريق جيد مقافز بالدوري الموسم اللي فات بطل الدور التركيه لحفو دور الأبطال الأوروبا لكن انا كنت فضلا تريزيجيه يتنقل في الدور الانجليزي او لفرق اخرى مع مستويات متقربة شوية من الدور الانجليز مشكلة تريزيجيه ايجنت مشكلة ادارة اكتر منها يكون مشكلة فنية بالضبط اعتقد جزء كبير جدا منها من زمان مش من دلوقتي من زمان جدا فكرة ادارة موهب التريزيجيه نفسها حتى فترات الانتقالات من أندر لخت كان بيختار فرق مسكر الفرق ضعيفة جدا ما تدهوش فرصة انه يتقلق او يروح لما جات خطوة أسلم فيلا كان المفروض ما ينزلش او ما يرجعش اي خطوة تاني حتى لو الفريق لا يروحه بطل الدوري دوري تركي هو دوري جيد لكن في النهاية لا يقارن مثلا مع الدوري الفرنسي مع الدوري الإنجليزي مع الدوري الألماني مع دوريات أخرى فبالتالي الخطوة خروجك من البريمير ليج كان لازم تكون اما في البريمير ليج او وأعتقد كان فيه أكيد فرق كتير تتمنى وجود تيريزي جي في البريمير ليج يعني مش لازم تكون من توب فايف أو يعني لكن فيه فرق كتير كان ممكن هو خطواته مستعجلة شوية خطواته مستعجلة ولا تتم إدارة موهبة تيريزي جي بالشكل كيف أعتقد لو فيه كان فيه حسن إدارة حسن اختيار للفرق اللي بينتقل لها تيريزي أعتقد كانت هتفرق كتير جدا مع موهبته خاصاته نواقا صغيره في السن يعني نكلم لأول موسم اللي جاي انتقل للفريق حتى لو أقل من أسطن فيلا شوية في الدور الإنجليزي في فريق منتصف الجدول هيفرق معاه جدا وهيفضل طول الوقت تحت نظام خروجه للدوري زي الدور التركي بيقلل احتمالية رجوعه لإنجلترا تانية مرة تانية وبيقلل كمان احتمالية انتقاله لأنديه أكبر عكس وجوده في الدور الإنجليزي الأوضوع المسلطة عليها أكبر احتكاك أكبر في مستوى مختلف شوية عنها لكن أنا أعتقد أنه هيا هيستمر في الدور التركي الفترة الفترة طويلة ما أعتقدش أنه هيروح أبعد من أبعد من كده رغم أن أنا كنت أعتقد أن ما هو بترسجي كنت نتمنى يعني أنا على مستوى الشخصي كنت أتمنى أن ترسجي يستمر في البريميال ليج لأن زيما أنت بتقول البريميال ليج ليه رونة خاص وليه شعبية كبيرة على مستوى العالم خروجه يعني يمكن حيلعب أه دوري أبطال أوروبا مع ترابزون مش هيروح بعيد في دور الأبطال أعتقد أن تريزيجيل لو كم المسلمين أو ثلاث مواسم في الدور الإنجليزي بشكل مستمر ولعب مستمر هيكون على الأقل في أول ست فرق في الدور الإنجليزي مستوى يؤهله للعب في فرق بالمستويات دي طيب لو كنا بنتكلم أنت تكلمت على نقطة أعتقد نقطة سليمة 100% عدم إدارة تريزيجيل أو ما فيش حد إيجنت ممكن على مستوى عالي بيدير أعماله بشكل جيد على الجانب الآخر محمد صلاح شفت إزاي تجديد تعاقده مع ليفر بول بعد كل الناس ما كانت بتقول إن خلاص محمد صلاح مستمر لنهاية الموسم ويعني الموسم القادم هيكون ليه وجهة أخرى شفت إدارة الملف إزاي يعني إدارة ملف التعاقد مع محمد صلاح إزاي يعني هو كان زكي جدا في إدارة الملف حد أتفاكر إحنا كنا في الحلقة الأخرى كنا بنتكلم أنه خروج ماني ممكن بشكل كبير يساهم في تجديد محمد صلاح خاصة أن تعويض محمد صلاح هيكلف ليفر بول كتير لكن صبر محمد صلاح على التجديد تركيزه وكمان في الملعب رغم فيه كلام أنه هيمشي من الفريق يمكن قبل التجديد كمان كان فيه كلام يعني بعض الأنباء بدأت تخرج أنه هيخرج من ليفر بول وأن ليفر بول طالب 60 مليون سترليني فيه مقابل خروجه أنه هيعرضه للبيع وما شابه لكن فجأة وفي لحظة ما يمكن ما فيهش ولا صحف في العالم ويمكن حتى صحفي المقربين من ليفر بول كان عنده معلومة التجديد لمحمد صلاح أعتقد أن يقدم محمد صلاح الموسم اللي فات على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي أثبت نوع مهم في مشروع ليفر بول مهم في استمرارية مشروع ليفر بول أكيد فيه عوامل أخرى ساعدت تجديد محمد صلاح زي خروج ماني خروج أوريجي سقف الرواتب مختلف لكن لو بصينا على محمد صلاح نفسه إزاي تعامل مع ملف التجديد تعامل بذكاء جدا طوال الموسم تقريبا ملتزم التزام تام هداف الدوري الإنجليزي في نهاية دور أبطال أوروبا وأفضل لها في ليفر بول ممكن كان فيه تقرير كمان لبي بي سي وأسالة كان بيكلمه على دور محمد صلاح في تطوير المواهب في ليفر بول إزاي بيقدر اللعيبة الصغيرة بتلتفح وليه محمد صلاح إزاي بيقدر يوجه لهم النصايح بشكل مستمر إزاي ممكن يساعد اللعيبة دي أعتقد كل الحاجات دي مع طبعا العملة الاقتصادية مع خروج ماني سهمت بشكل كبير جدا في تجديد لكن قبل أي شيء احترافية محمد صلاح مستوى البدني المزهل مستوى اللي بتكلم عليه محمد دايما إحنا هنا في المحترف بنحاول نسلط الضوء على الحاجات المنورة والناس ازاي بتتعامل بشكل أكتر من رائع في جميع الملفات قاعد نتكلم فني لكن كمان الجانب على مستوى الإدارة على مستوى الإدارة إن محمد صلاح في كل المؤتمرات الصحفية كان عارف بالضبط هو بيقول إيه إمتى بيطلع الكلام ده وعلى أعتقاد كمان في آخر مؤتمر صحفي قال أنا مكمل الموسم ده مع ليفر بول دون الإشارة لأي تجديد على الجانب الآخر زي ما أنت بتقول بيحقق أرقام قياسية بيقدي في الملعب لكن الراجل عنده عقد لمدة عشر سنين إزاي ننقل بقى الثقافة دي للاعبتنا هنا يعني هنا اللعيب تلاقي خلاص عقده بيخلاص وتلاقي تصرحات أصل ده جاي له ده ورايح فيه وهو اللاعب يطلع يقول أنا بطلب كذا يعني إزاي ننقل الثقافة دي وملف تجديد محمد صلاح على المستوى الإداري وتنصح بإيه لعبتنا وإدارتنا هنا في مصر هي كمان في تجديد محمد صلاح في نقطة مهمة هنرجع لها هنقولها قبل ما نروح للاعب المصرين لأن لعب المصرين بتعامل كذا بساديو ماني مثلا قبل نهاية دورة البطال الأوروبا خرجت أنباء عن مفاوضاته مع باير المنخ والندي أخر مبرالي التسريب ده أثر بشكل كبير جدا على رغبة ليفربول في الإبقاء على ساديو ماني لكن محمد صلاح ما فتحش الملف لأي نادي في العالم للتفاوض معي ما سمعناش عن مفاوضات بين أنديا ومحمد صلاح ما سمعناش حتى لما كانت بيطلع حاجة يقولك مع برشلونة ما كانت شواء بيعافها بالضبط أعتقد ده جزء من شخصي محمد صلاح بيعبر عن شخصية مسؤولة شخصية احترافية مسؤولة إذا حتى حب يستخدمه كورقة للتفاوض مع ليفربول ما بيستخدمهش في توقيت زي ده لكن بيستخدمه فيه توقيت مناسب نسبة لعباء المصريين والالتزام بها أنتم مش عايز أنتقد الأندية المصرية بس أعتقد المنظومة كلها محتاجة تتغير يعني من كم يوم موليكا كان رايحة دور الإنجليزي احنا بنتكلم فيه الراتب بتاعه يعني راتب فرق الراتب لاعب بياخده محترف في الدور المصري في وسط الجدول الأرقام أرقام المحترفين الأجانب فيه برا في الدور الإنجليزي وفي أندية كتير جدا في الدور الإنجليزي مقارنتة بالدور المصري اللي هو مستحيل أحد sums نفيذ الدور الإسباني زي ما بقولك حتى لما كان موجود أجيري هنا وكان مساعدين بتاعوا بيشتغلوا في الدور الإسباني وساموا أرقام أرقام اللعيبة بيقول لي الأرقام دا يتخلي بالك ما بيتدفعش في الدور الأسباني في فرق يعني في المركز الرابع والخامس م FUCK ولا في الدور الإنجليزي في أندية في الدور الإنجليزي أنت طول الوقت الأندية لازم تحسب ماذا قدم اللاعب الفلاني علشان أنا أدي له مليون أو اثنين أو ثلاثة أو أربع النقطة دي يعني أنا رأيي لازم طبعا الإدارات لازم تاخد شكل احترافي أكتر لكن أنا أتكلم على إدارة اللاعب نفسه يعني الأيجنت دور الأيجنت كمان أكيد هنتكلم عليه في حلقات جاية لكن دور الأيجنت وصقافة اللاعب نفسه هي اللي بتحدد وجهة اللاعب رايح فين وبتحدد قيمة اللعيب ومحمد صلاح كان مصر على رقم معين فدل بخطوات يمكن الناس كتير ما تعرفهاش غير وكيله بدأ بخطوات والناس فجأة بيمدي العقد في اليونان والعقد والرقم اللي هو طلبه يعني مزبوط يعني ما أعتقدش أنه فيه فارق كبير جدا لأن طموح اللاعب هو عايز يوصل عايز راتب بتاعه عايزه يزيد قد إيه عايز هو مستويه يزيد قد إيه إذا هو بياخد رواتب كبيرة جدا في مصر من غير ما يحقق الحد الأدنى أو الحد المطلوب منه علشان يكون يطلق فبالتالي هيبدأ يبص للجزء الاحترافي ده إزاي هيبدأ يبص رغبته في الاحتراف إزاي إحنا بعيدا عن ده إحنا عندنا مشكلة كمان في وكلاء اللاعبين في مصر كم وكيل اللاعبين في مصر عنده القدرة لإدارة موهبة مصرية ويخرجها برد تلعب وتظهر بشكل جيد يمكن عمرنا مسلمين عن وكيل وكيل ألعاب مصر مثلا أو وكيل في مصر اشتغل على لعب معين اشتغل عليه بشكل كويس وبدأ يسواه في أوروبا وخرج معاه ويظهر معاه بشكل جيد ده ما بيحصلش بالعكس بس أنا أعتقد برد جزء منها بسبب الرواتب الموجودة في مصر فيه لعب كتير جدا بسبب الأرقام اللي بتتدفع هنا ما بيقباش تموح ويخرج أنا ليه هخرج أحترف في البرتغال في هولندا مشكلة كبيرة نحن دايما بنقول أن منتقب مصر من العوامل اللي بتساعده كتير جدا جدا وجود عدد كبير من المحترفين وبالتالي لو اللاعب يفكر بالأسلوب دوت إن أنا لأ طب أنا إلي خليني بلغتهم كده هتغرب ليه وابعد عن بلدي ليه طالما بأخذ فلوس أفضل من اللي هتخذها بره يعني بس ده يعني ثقافة محدودة جدا يعني أنا منفعش أتكلم في الموضوع ده وحضرتك موجود في الجزء ده لكن أنا أعتقد يعني من أعظم محترفين في تاريخ مصر الكابتن هاني رمزي مسيرة كبيرة جدا في الدار الألماني أكيد كنت بتقابل ده وانت لعب كرة وتقابل ده مع لعيبة كتير مصريين أعتقد دلوقتي أكتر خاصة مع المبالغ الكبيرة فبالتالي لازم الأندية تشتغل على ده لأن ده جزء من طموح اللاعب يعني في لعيبة لازم يتبص عليها بشكل كويس ويتشاف تتقيم بشكل جيد لأن ده كمان هيزود مستوى اللاعبين الحاجة الثانية فكرة كل الأندية العالم بتشتغل على الشروط في التعقدات لو أخذت دور أبطال إفريقيا هتأخذ العقد بتاعك هيزيد قد كذا لو أخذت هدف الدوري المصري هتوصل للمستوى الفلاني وبالتالي أن أي عقد لازم يعمل فيه رقم سابت وفيه بونس أنا عايز أقول لك حاجة دايما يعني الواحد بيشوف يعني وبيحاول يقارن الناس زي ما بقول لك هي فكرتنا هنا في المحترف أن نحن بنسلط الضوء على الحاجات المضيئة أو إزاي الناس بتشتغل برة وبننقلها للناس هنا لعله وعسى فعملية العقد كمان عملية معقدة جدا هنا للأسف في مصر ويطلع اللعيب ماسك ورقة واحدة مكتوب فيها العقد والعقد مكتوب فيها يعني الأرقام اللي بيأخذها بالزبط أنا يمكن من 25 سنة كان عادي حوالي 35 صفحة يعني 35 صفحة فيها ديتيلز كبيرة جدا 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 لدرجة موجودة في ديتيلز ديت إنه في فترة الأجازة بتاعتك لما تاخد أجازة وعملت سكي أو عملت أو ركبت موتوسيكل أو وتعورت نادي مليوش دعوة بيك أنت مسؤول عن نفسك ويبقى فيه شركة تأمين هي اللي بتأمينك بقولك ديتيلز كمان برا المستطيل الأخضر هل ده بيساهم في افتقالك اللعب وتطوره بالزبط فبالتالي إذا ده مش موجود عندي فأنا مش هبص الإيجنت ولا هبص صغير لأن في النهاية هو لعب لعب أو ملعبش هياخد أربعة أو خمسة أو ستة وعشرة مليون فبالتالي إيه تنوح اللي ممكن يشتغل به أصلا؟ والكارسة يقول لك أنا كمان عايز 25% مقدم عقد دلوقتي أو 50% والباقي تأصف يعني دي مشكلة كبيرة بتقابل أكيد الكرة المصرية وزي ما بقول لحضراتك وكمان إحنا في يعني طريق تطوير الكرة المصرية بشكل كبير جدا أنا اعتقاد الشخصي يعني خلينا نتكلم يعني ومحدش يزعل مني خاصة اللعبة لازم تكون في السقف واضح جدا لرواتب اللعبة في مصر مش عشان حاجة لكن كمان ليه مهمة كمان عشان يطور نفسه كل ما هتلعب وتزعر بمستوى أفضل هتاخد فلوس أكتر وبالتالي دي كمان في إطار تطوير الكرة المصرية واللعبين المصريين لسه عندنا ملفات كتيرة جدا في المحترف هنتواصل مع حضراتك وطبعا مع نجمينا محمد القرمي بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية كنا يمكن في الانترو كنا بنتكلم على دونا روما حارس مرمى طمعا البي اس جي وحارس المنتخب الإيطالي وقدي ايه كان هو مستق من يمكن عدم وجوده بشكل أساسي في المباراة على مستوى الدوري الفرنسي أو على مستوى الدوري أبطال أوروبا دور حراس المرمى في العالم كله دور مهم جدا جدا ودايما في قرط القدم بيقولك اللي عنده حارس مرمى بطل أكيد بيكون عنده يعني عنده الإمكانية وعنده القدرة على حصد البطولات عشان كده ودايما شاشة قناة النادي الأهلي بصراحة بتتميز إنها ديوفها إذا كان عبر سكايب أو عبر زوم عندنا يعني كوكبة من نجوم على مستوى العالمي مش المستوى المحلها مستوى العالمي في كل المداخلات النهاردة بيشرفنا يكون عبر زوم معنا النهاردة طبعا هيجو أوليفيرا أوليفيرا طبعا ده المدرب الحالي لفريق فولهم نقولك مسائل خير ومنور شاشة قناة النادي الأهلي شكرا جزيلا على دعواتي معكم وأنا أكون جزءا من هذا البرنامج الجميل أنا سعيد جدا لتوجودي على قناة الأهلي ومع جمهور الأهلي فالنادي الأهلي هو نادي رائع في إفريقيا نحن كمان سعداء أن يكون أنا في رأيي واحد من أفضل مدربي حراسة المرمى في أوروبا من التاريخ اللي هنسرده طبعا من خلال يعني كلامنا معاك على مستوى تدريب حراسة المرمى لكن خلينا نقولك الأول مبروك مبروك على صعودك أو صعود فولهم من الشامبينشيب للبريمير ليج وعايز أعرف في طموحات النادي طبعا الشامبينشيب مختلف تماما عن البريمير ليج أي طموحاتك وطموحات فولهم في الموسم القادم نعم كان موسما رائعا نسبة لفولهم أن تتأهل البريمير ليج كان عملا رائعا كانت سنة رائعة للجميع للجهاز الفني للعبين أن تكون بطلا بهذا الأداء الرائع كانت حفلة رائعة في النهاية الأمر كان أتاهل للبريمير ليج هو أمر رائع كنا نعرف أن الأمر سيكون صعبا ولكننا اكتهدنا وعملنا وفزنا بالمباريات قدر إن كاننا وأدينا أداء المتوازنا طوال الموسم وحسننا من مستوانا واستطعنا أن نتأهل البريمير ليج ونتمنى أن نتأهل البريمير ليج كل عام أكيد الطموحات مختلفة أكيد البريمير ليج بيختلف تماما عن الطموحات فولهم إيه والستراتيجي بالنسبة للموسم القادم إيه هل البقاء في البريمير ليج أم طموحات يعني ممكن تكون على مستوى التواجد في الطوب فايف أو على الأقل يعني في بعض المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية طموحات فولهم إيه الموسم القادم بطبع يجب علينا أن نؤسس خريقا رائعا يناسب الدوري الإنجليزي ومن ثم نذهب مباراتل والأخرى خصوصا أننا نخوض غمار دوري هو أقوى دوري في العالم وسط أكبر أندية أوروبا يجب أن نركز وأن نبقي نادينا في البريمير ليج ومن ثم نفكر في خطة فيما بعد على مستوى حراسة المرمى أكيد أوليبرا كان عندك تاريخ حافل جدا جدا وعايز أخذك ليه يعني حراس مرمى على مستوى عالي جدا ظهروا معاك بمستوى أكتر من رائع بعد يمكن كان تواجدهم على دكة الاحتياط معانا ولا السورة أطعت أنا أسمعك طيب هنرجع تاني ليه لأن ده مهم جدا نحن نعرف كمان دور المدرب حراسة المرمى محمد دور مهم جدا جدا وبقى حراسة المرمى بقت شيء مختلف دلوقتي يعني زمان تختلف كثيرا جدا مهارات حارسة المرمى قياطة للفريق من خلف دوره في بناء الهجمات بشكل أساسي الأدوار اختلفت وحراسة المرمى بقت في العالم أنا شايف أنها فيه حراس كبار جدا على المستوى العالمي ظهروا في الفترات الأخيرة مزبوط فيه حراس كتير جدا حاليا هو الفريق 12 لعب إذا الحارس عندك بيبني الهجمة بشكل جيد بيتحرك بشكل جيد بيقدر يغطي وراء المدفعين بشكل جيد فأنت كده بتضيف لعب جديد للفريق بتاعك أنا بنتكلم في 12 لعبين بعض المدربين بقوا يعتمدوا على حرس المرمى والمساحة بيحسبوا المساحة اللي ممكن يتقدم بيها ويخرج خارج المنطقة ويلعب مع العيبة بتاعته يمكن كان التحول الكبير في البداية مع جورديولا ثم التحول الرهيب في مستوى حراسة المرمى وأداهم مع مانويل نوير اللي أنا بعتبر الحرس الأفضل في التاريخ يعني غير مستوى الكرة المدربين كمان وجودهم مانويل نوير تحس أنه بدأ بدأ قلت طب هكمل معك محمد لكن أوليفيرا رجع معنا مرة تانية طبعا مدرب حراس فلهم بنرحب بيك مرة تانية أوليفيرا كنا بنتكلم على حراس المرمى اللي دربتهم ويمكن كان ليك بصمة واضحة يعني بنتكلم على حراس كبير بنتكلم على أوبلك بنتكلم على أدرسون بنتكلم على جوليو سيزار دول كلهم حراس من مستوى رفيع ولكن كانوا في فترات معينة حبيسي لدكة ولكن بعد توليك مسئولية تدريبهم انطلقوا في عالم النجومية قبلك من أفضل حراس المرمى على مستوى العام أدرسون كذلك نتكلم على جوليو سيزار الحرس البرازيلي كمان انطلق من خلالك شايف دور مدرب حراس المرمى اختلف كثيرا وبقى دور مهم جدا جدا في بناء فريق قوي بالطبع طوال الوقت دور حارس المرمى مهم جدا الحارس المرمى يساعد الفريق على إحراز المزيد من البطرات هو عامل أساسي في نجاح أي فريق هو عامل أساسي وجزء من نجاح الفريق يجب عليك أيضا أن تضم لعبين جيدين بجانب حارس المرمى ولكنه أساسي في نجاح الفريق حينما يكون هناك تواصل وتناغم بين جميع عضاء الفريق فيكون لديك الإمكانية لتفوز وتحقق البطلات إذا كان هناك طاعدة من الشباب وبرنامج جيد لإدارة أولاء اللاعبين فبالتالي سيستطيع حارس المرمى أن يساعد الفريق على التمييز ولكن أيضا كان لدي جوردان بيكفورد اللي لم تذكره هو عامل حارس في إنجلترا طبعا حارس دلوقتي حارس منتخب إنجلترا كمان أنت كان لديك دور كبير جدا جدا في تطوير هذا الحارس وزي ما بقولك الناس حابة تعرف إيه النقاط الأساسية اللي اشتغلت مع حراس المرمى دول عليها هل نقاط نفسية فنية أبلك حارس مرمى فظيع إدرسون تكلم على بيكفورد كمان حارس مرمى المتخب الإنجليزي كل دول الحراس اللي انت اشتغلت معهم في فترات كانوا خارج يمكن النطاق الخدمة إيه أهم النقاط اللي انت اشتغلت معهم فيها واستفادوا منها بشكل كبير جدا أهم النقاط التي عملت عليها هو أن نتفهم اللعبة إذا تفهمت اللعبة سيكون لديك قدرة نفسية وعقلية على إدارة هؤلاء النجوم يجب أن تتعامل معهم وتختار اللحظة الصحيحة ويجب عليك أن تشجع اللاعبين وتشجع حراسك إذا كان الحارس شجاعا ويفهم اللعبة جيدا ويفهم المورا جيدا فسيتطور صحيح على مستوى حراس المرمى في البريميا الليج العام الماضي بالنسبة لك مين أفضل حارس مرمى في البريميا الليج للموسم الماضي أعتقد أن أليسون من نيفربول وإدرسون من ماتشستر سيتي كما الأفضل في البريميا الليج العام القاضي أدى مستوى رائع في العام الماضي وخصوصا إدرسون على مستوى حراس أفريقيا ويمكن طبعا ميندي حارس مرمى تشيلسي كان أيضا متقلق في البريميا الليج شايف حراس المرمى الأفريقيا إزاي وكمان على مستوى الدور المصري وأنا عارف أنك قد تمتابع بشكل أو بآخر محمد الشناوي رؤيتك للحارس مرمى الأفريقي ورؤيتك أيضا لحارس مرمى طبعا منتخبنا المصري محمد الشناوي نعم أنا تعبت تابعت الكرة المصرية وخصوصا فترة أمم أفريقيا أنا تلاحظت التطور ونجاح العديد من الحراس الأفريقى في أوروبا خصوصا إدوارد نيندي وبالطبع تابعته الشناوي مع منتخب مصر قد أدى بطولة رائعة في أمم أفريقيا مع منتخب مصر وفي التآهل أيضا في التصفيات المؤهل الكأس العالم أدى بشكل رائع محمد الشناوي بالطبع الحراس الأفريقى لديهم فرصة كبيرة ليحترفوا في أوروبا ولكن لهم جزء من الفريق الأمر لا يعتمد فقط على حارس المرمى إذا كان لديهم فرصة ليكون مساندا للفريق ككل وأن يكون لديهم القدرة على استيعاب القرى الأوروبية في الطبع سيكون لديهم الفرصة ليؤدي في أوروبا بشكل جيد كما يفعل في أفريقيا للأسف لم يكن لديهم الفرصة لتابع الشناوي من قبل ولكن حينما تابعته علمت أنه كان يستحق الفرصة للاحتراف في أوروبا صحيح على مستوى طبعا القرى المصرية كمان قدوم طبعا مدير فني جديد ريكاردو سوارز البرتغالي وانت كنت يمكن اشتغلت معه في نادي فينستي رأيك إيه في المدربين البرتغال بشكل عام ودور ريكاردو سوارز إن شاء الله مع الأهلي في المواسم القادمة نعم كنت سعيدا جدا حينما رأيت ريكاردو قد تعقد مع النادي الأهلي ليس لدي علاقة كبيرة بريكاردو ولكن ولكن أنا عملت بالفعل في جيل فيسنتي وأنا أدعم ريكاردو كثيرا بالطبع هو الآن يدرب فريق بطل الأمر كان مختلفا مع جيل فيسنتي أعتقد أعتقد أن المديرين الفنيين البرتغاليين لديهم تاريخ جيد في إفريقيا ومصر على سبيل التحديد وأعتقد أنهم لديهم قدرة كبيرة على إدارة الفرق من الناحية الهجومية من الناحية الدفاعية وأتمنى للنادي الأهلي أن يذهب لأبعض نقطة مع ريكاردو سوارز وأن يتوجه بجميع بطلات هذا العام أوليفيرا نشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لي فولهم وليك إن شاء الله في المسم القادم في البريميا ليج وتحقيق طموحات طبعا مشجعية فولهم نادي كبير نشكرك على وجودك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا وأتمنى التوفيق للنادي الأهلي ولريكاردو سوارز وبالطبع وأيضا وأحيي جماهير النادي الأهلي في مصر وحول العالم أنا سعيد جدا لأكون معكم شكرا جزيلا أوليفيرا طبعا المدرب طبعا فريق فولهم الإنجليزي طبعا هنطلع للفاصل سريع ولسه طبعا عندنا فقرات وعندنا ملفات إن شاء الله نتباحها مع حضراتكم وبعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية محمد يمكن في الجزء اللي فات من حلقتنا قولي بيرا طبعا مدرب حراس المرمى بتاع فولهم سنه صغير يعني أنت بتكلم في سنه صغير ودرب عمال قضاء أندرسون وأوبلاك وبراينفورد يعني كمان عندنا لازم كمان ثقافة المدرب وتطوير المدربين على مستوى كمان مدربية حراس المرمى لازم كمان في مصر يتشاف بشكل أكتر من كده وباهتمام أكتر من كده لأن خلاص ده أنت ما قلت وكل الناس بتكلم في العالم أن حرس المرمى بقى جزء أساسي في في خطة المدربين وأسلوب لعبهم بشكل كبير شكل التدريب اللي بتدرب على الحرس المرمى مهمة شكل التدريب نوعية التدريب أعتقد أن محمد شناوي مثلا أفضل نموذج لذا ميشيل يانكون قبل ما يستلم محمد شناوي يدرب محمد شناوي كان مستوى محمد شناوي إزاي مستوى تحركه بين ثلاث خشبات مستوى لعبه برجله كان عامل إزاي تصديل لرقالات الجزاء كل التفاصيل دي كلها أعتقد تطورت بشكل كبير جدا وبشكل مذهل مع الشناوي بعد بعد وجود ميشيل يانكون يعني عشان كده ممكن الأهلي استمر في الاستعانة بحراس أجانب شوارس نفسه لما وصل تعاقد مع مدارب حراس المرمى ده بيأكد أهمية مدارب حراس المرمى أعتقد يعني أتمنى أن الأهلي كمان يستغل ميشيل يانكون نوع كان عنده مشروع كويس جدا نوع يضرب كمان كل كل الناشئين كمان في اقتران ناشئين لأن ده بيفيد يعني نحن النهارة بنتكلم أنه حراس العالم الحارس هو رقم 12 بيتبني عليه فريق عشان تجيب بطولات لازم يكون عندك حارس قوي جدا عشان تبني طريقة لعب حارس قوي جدا مش بس وانت بتتكلم على حارس واثنين ده مهم جدا عايز تاخد بطولة بتشارك في بطولات كبيرة لازم يكون عندك حارس رقم واحد عندك حارس رقم اثنين ولسه كنا بنتكلم على دونا روما دونا روما كان الحارس مش هولي الحارس التاني لكن الحارس اللي كان معاه نفاز حارس اسطوري يعني الاسطوري أفضل من دونا روما بالنسبة يعني أنا منحزل نفاز رجل ثلاثة دور أبطال أوروبا رجل كان عامل مستوى مزهل جدا مع ريال مدريد يعني لكن في النهاية يعني قعد لدونا روما رغم من مستوى أفضل فبالتالي ممكن كل الأندية كمان بتستعين تطور كمان في مستوى الحراس كورتاو مثلا في تشيلسي كان الجميع بيسخر منه يعني راح وفي أتلتك مدريد كان حدث ممتاز جدا لما راح ريال مدريد النهاردة هو يعتبر الأفضل في العالم أليسون مع روما ثم مع ليفربول مستوى كان العامل الأكبر راح صول طبعا الريال على دوري أبطال أوروبا وحصول قبل كده ليفربول على الدوري أبطال أوروبا دوري انجليزي كان أليسون أليسون من أهم نقاط قوة ليفربول فبالتالي إديرتسون مثلا في مجلسة رقصية اللي اعتماد عليه محمد شناوي في وقت من الأوقات كان الاعتماد الأساسي في الأهلي على الشناوي التصديات الشناوي كانت سبب كبير جدا في أن الأهلي يخذ بطولات مهمة جدا كان الأهلي كان طول الوقت عنده أزمة في حراسة المرمى ومستوى حراسة المرمى محمد شناوي حل المشكلة دي بشكل كبير فبالتالي الحارس مش هتاخد بطولات لو الحارس بتاعك مستوى ضعيف النهاردة مستوى الحراس في العالم كله بيتطور بالشغل مع مداربين كتير أليات التدريب نفسها اختلفت كتير جدا وشكده أنا قبل ما نتكلم على اللعيبة لازم المداربين كمان يقولوا أن هما يستهلوا فرصة هيقولوا ده إزاي يعني أنا لو هجيب مدارب 36 سنة أو 40 سنة زي ناجل سمان مثلا أضربه أكيد قبل ما يضرب أول فريق ضربه كان عنده مؤهلات كان هوفنهايم تقريبا كان عنده مؤهلات تخلي هوفنهايم يتشجع أنه يعين يعينه كمدارب فبالتالي أنا عشان برضو أعين مدارب هنا ويبقى عند الشجاعة ده لازم كمان المداربين عند الصغرين يقولوا يشجعوني جزئين محمد طبعا تطوير المدارب ده طبعا شيء مهم جدا وكمان ثقافة ثقافة الإدارة أنها تدي فرص للمدربين لكن كمان لازم يكون المدرب مؤهل يعني أقدم السيفي بتاعي أنا راجل وأخذ لايسنس معينة عندي خبرات معينة وبالتالي في سن صغيرة ممكن ياخد بعض الفرص كمان على مستوى الفرص احنا بنتكلم حضراتكم فيه لعيب مصر اسمه مالك بخيط ده لعيب مميز جدا بلعب الدوري الدنماركي وزي ما بقول ومحدش حاسس بيها ومحدش عارف عنها حاجة يمكن أبرز مرموش مثلا على سبيل المثال الراجل متقلق في الدوري الألماني وبمحد الصوت فخلينا نتكلم أن فيه عين شفيته وقالك طبي يجي معسكر وهو بدأ يظهر بشكل بشكل مميز عايز أخذ رأيك في الجزئية ديت يعني هل هل ده دور الاتحاد يكون فيه سكاوتينج تيم يعني فيه تيم كشفين موجود وناس تسافر تكلم الولاد دول لأنك تكون موجود حتى مع منتخبات الشباب كان فيه بعض اللعيبة بتلعب في دوريات أوروبية شايف شايف إزاي النقطة ديت وإزاي إزاي نتباحها بشكل أفضل كتير جدا لازم يكون طول الوقت عند عين على اللعيبة المصريين اللي موجودة برضا احنا عندنا عدد يمكن تلاتين واربعين لعب واسماء كتير جدا فجهة بيظهر اسم مهم زي هيسم حسن في ياريال أو غيره وبعدين بنبدأ نتكلم طبعين ممكن تيجي تمثلنا أو لا بالصدفة لما حد من الصحفين يتكلم عنه ولو جنا ندرب مثلا بدول شمال إفريقيا على السنية الأكثر عندها محترفين أكثر الجزائر أو المغرب وهناخد نموذج واحد عشان يعني محددين عبدالصمد الزلزولي مثلا في برشلونة الدقيق كان فيه خناقة بين منتخب المغرب ومنتخب إسبانيا على لاعب هو المغرب عرفت إزاي أن فيه لاعب موجود هنا ومستوى كويس ممكن يعمله مش بس عشان اسم برشلونة علشان هم طول الوقت بيفتشوا عن اللعيبة المغربة الموجودة في كل الدوريات في هولندا في أسبانيا في كل الدوريات يبدأوا يتابعوهم يبدأوا يشوفوا مين يستحق أنه ينضم للمنتخبات دي يتابعوا المنتخبات السنية للإنجلترا لألمانيا لأسبانيا يشوفوا هل فيه لعيبة من عندهم ولا إحنا لازم نعمل ده لازم يكون فيه إدارة شغالة على ده بتشوف اللاعب تشوف إيه المشاكل اللي ممكن تكون بتوجهه بتوجه مشاكل في جواز الصفر بتوجه مشاكل في إجراءات الخصب الجنسية مستوى عامل إزاي أنا زي بقول لك أنا حتى وأنا بكون المنتخب الأولومبي يعني برضو خلينا نتكلم سمعت أحد قال لي فيه لعيب كويس اسمه ستيفان شعراوي وأنا بنفسي روح تكلمت معاه وتكلمت مع والده ويمكن كان متحمس جدا خاصة والده كان متحمس جدا هو يعني من والدي الإسكندرية ولكن جي في الآخر قال لك لا أنا يعني أنا تولدت في إيطاليا ولعبت أوريدي منتخب إيطاليا يمكن في الناشين تحت 17 وطموحاتي أن أنا أكمل وبالتالي بنخسر فرص لو من بادري جدا في سكاوتينج في عين بتبص وتبدأ أن يتابع الناس ديت أعتقد ده يكون مكسب يعني ده اختياره أنا ما عنديش مشكلة أنه يختار يلعب لإيطاليا بس فيه أساس هنا الأساس هنا العين بتاعته شافته هو ما فضل ليش بعد كده خلاص مع سلامة لكن أنا عيني شايفايا عيني متابعي عيني متابع لاعب واثنين وثلاثة لو إحنا عندنا عشرين لاعب أو ثلاثين لاعب أو أربعين لاعب لو طلع لنا منهم أربعة خمسة محترفين كويسين أنا في النهاية ده بيضيف لي محمد زيدان مثلا لما راح لدينامارك محمد زيدان كان فيه فجأة التفت ليه كابتا انشاءه غريب جبناه منتخب مصر بقى منهم لعابة منتخب مصر ميدو ميدو كمان لما كابتا محمد أمصر بلجيكا وهلندا تملس تعانا بيه فلازم يكون فيه عين بتبص على الناس دي آسحين دور الصحافة أو الإعلام اللي يركز على النمازج دي لكن في الأزاس أنت منفعش تتفاجئ طول الوقت أن فيه لعب موجود برا أنت لازم يكون عندك قدارة محترفة بتبص على الناس دي اتحاد الكرة يمشي اتحاد الكرة يجي اتحاد الكرة جديد ما ليش دعوة أنا في النهاية أي فريب يجي منتخص واعتشر خد بالك أن أنت عندك لعب كذا وكذا وكذا دول محترفين مثلا في أندية أوروبية ودول في الفئة السنية أقل من 20 سنة رقم A و B و C ويصنفهم يصنف A و B و C ده مستوى كذا ده مستوى كذا ده في المركز الفئة فبالتالي هو يبدأ يدى يستعين ويأخذ منهم اختيارات واللعب فضل يلعب عندي في منتخب مصر تماما ما فضلش خلاص هو حر لكن أنا في النهاية عيني على كل لعب دي ما تفاجئش أبدا عمر مرموش مثلا احنا تفاجئنا بعمر مرموش هوفنهايم ثم شتوتجارد تفاجئنا به المنتخب في الوزبورج المنتخب الأول الأولمبي المفروض في أسنية بتاعته ما اعتمدش عليه ما افتكروش ما ذكروش ثم رجل معاكروش بقى من لعبين الأسنين في منتخب مصر عايزين نستعي تعديل المنظومة دي بشكل كبير جدا عايز أروح معاك للمركات وخاصة على مستوى البريمير ليج الموقف يعني ضرب نار هناك وشايفي ازاي يعني هكلمك أكيد ليبر بول وأكلمك كمان المن سيتي الفرقتين اللي كانوا بنفسه على التايتل السنة اللي فاتت شايفي ازاي المركات في البريمير ليج لغاية دلوقتي يعني مولعانها الانجليز يعني أعتقد بقى فيه فرق شاسع جدا جدا بين الانجليز بين الدور الانجليز وبين أي دور تاني يعني لدرجة ان فيه نعيبة بتقبل انها تروح لأنديت متصف الجدول في انجلترا وما تروحش ميلان أو انتر ميلان أو أندية أكبر في إيطاليا وأندية أكبر في إسبانيا فبالتالي ده يعني بيقول قدي مش بس الكوة الشرائية في الدور الانجليزي قدي الدور نفسه بقى جاذب كبير جدا للاعبين من كل أنحاء العالم يعني أنا فكر التصريح لقوفه كان مستأ من وجود لعب البرازيليين في الدور الانجليزي يعني الأول لعب البرازيلي ما كان يش تفضل لدور الانجليزي لكن الجامعة الآن بفضل دور انجليزي. الأسماء كمان. احنا بنتكلم على توتنهام مثلا. تعقدات. مستوى التعقدات بتاعته اللي شغال عليها. تعال نبدأ أنا وإنتا بشيلسي. رحيم ستيرلينج. يعني رحيم ستيرلينج طبعا. لعب السابق للمين ساتي. انتقاله. شفته إزاي. كان بالنسبة لك مفاجأة. كان بالنسبة لك خلاص رحيم ستيرلينج مع المسلم الماضي. مع جردولي. خلاص. ما بقاش ليه أدوار مهمة جدا. المسلم القامل. شفت رحيل ستيرلينج لتشيلسي. يعني هو أخسارة. رغم الانتقادات الكتير التي تعرض لها. أخسارة من الشلسي. رغم الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها. أعتقد هي بمكسب كبير جدا. لتشيلسي. ستيرلينج من العابة التي تصنع فرص كتير جدا. وتروح للجون كتير جدا. صحيح يضيع. وبيضيع فرص كتير. لكن هو يمكن ده. لأن فترات بيكون على الدك. لكن أعتقد فريق زي تشيلسي مستوى هيختلف. وأعتقد هو كمان مستوى جيد. مستوى جيد جدا. وصغير في ستيرلينج 24 سنة. 25 سنة. فعنده كتير جدا. فهيكون صفقة أضافة كبيرة ل منشستر. لتشيلسي كمان مناسب لطريقة تخل. تخل شوية من المدربين من الدفاع واللعب على المركدات. هيدر يعمل الارتداد السريع معهم. هيدر يكمل ويعمل الزيادة للهجومية دي بشكل كبير جدا. تشيلسي كمان بيفكر. ممكن كان فيه اجتماع النهاردة. أو فيه أنباء عن اجتماع بين توت بويلي. رئيس نادي تشيلسي. في برشلونة. بدأ يتكلم عن دي يونج. دخل في صفقة دي يونج. دخل في صفقة دي يونج. دي يونج عليه حرب من المان يونايتد. ولسه برشلونة متمسك به. لسه القصة ما بنتش قوي. لكن لو بتكلم عن المان سيتي. وتقول أن مكسب كبير. لتشيلسي انتقال الرحيم ستيرلينج. هل بقاء رياض محرز نجم عربي كبير. ظهر بمستوى أكتر من رائع كمان مع المان سيتي. رغم انتهاء عقده. لكن من الواضح أن رياض محرز كمان هيجدد عقده مع المان سيتي. شايف إزاي بقاء كمان محرز للمان سيتي في الموسم القادر. هو حل هجوم جاي جدا. جورديولا. جورديولا بيعتمد عليه. يمكن فيه فترة من فترات الأمور ما كانتش بينهم بأفضل شكل. لكن بعد كده في نهاية الموسم اعتمد عليه بشكل كبير جدا. وظهر بشكل كبير جدا. يمكن ده اللي خلى ستيرلينج يخرج ويستمر المحرز. كان الكلام دايما. المحرز هو اللي هيخرج ويستيرلينج هو اللي هيكمل. لكن الوضع اختلاف في الوقت. أعتقد هو بيكون حل هجومي في مركزه بشكل كبير جدا. بس هو هيحتاج يزبط ده الموسم القادم. لأن أعتقد هيكون في المنافسة كبيرة جدا في المراكز الهجومية في منشارة سيتي. منشارة سيتي في كل مركز تقريبا. اتنين لعيبة أفضل من بعض. يمكن حتى الصفقات اللي اتعاقد معها مشارة سيتي صفقات قوية جدا. يعني هو يعني عادة بتجيب لاعب جيد عشان لعب أساسي. أو بتجيب لاعب في مركز انت محتاجه. لكن انت بتجيب لاعب أصلا عندك في المركز بتاعه لعب قوي جدا. يعني فيليبس ورودري. مثلا رودري من أفضل لعب اللي رتكاس في دورة إنجليزي. وفي أسبانيا بتجيب لاعب زي فيليبس من أفضل لعبة الارتكاس في دورة إنجليزي. وأساسي في منتخب إنجلترا. عشان يتنفسه مع بعض. جريلتش مثلا فيل فودن. عنده سكواد قوي جدا. هو جارديولا. تتكلم على بيب جارديولا. عنده فرقتين. والفرقتين دول ممكن يلعبوا يعني وياخدوا بطولة ربما. ما عندهش مشكلة. لكن في بعض الأحيان بعض الأحيان بتبقى سبب في عدم استقرار شوية في الأداء. وإنت يمكن كنا نتكلم قبل ما نخش أن يمكن بيب جارديولا. ممكن يغير طريقة لعبه. خاصة في وسط الملعب. طيب على مستوى المان يونايتد. طبعا كريستيان إريكسين طبعا المهاجمة لدنماركو. وانتقاله للمان يونايتد. بعد طبعا اللي شفناه والحالة الصحية اللي مر بيها. لكن تواجدوا في وسط ملعب المان يونايتد العام القادم أو الموسم القادم. شايفه زي؟ يعني أنا ما أعتقدش أنه هيكون أضافة مهمة. وهيكون عنصر أساسي مع منشستر نايتد. يمكن كان الكلام ده يحصل بعد انتقاله مثلا من توتنهام كان الأفضل لمنشستر نايتد وقتها. ظروف كانت مختلفة لكن إريكسين كمان خاصة مع الأزمة اللي حصلت له مع منتخب الدنمارك. في برينتفورد المستوى التنافسي مش مزي المانشستر نايتد. لكن يمكن أنا بشوف أن الأساس أو التغيير المهم في منشستر نايتد الموسم ده. مش في اللاعبين قد ما وجود المدرب بالزبط. يعني أنا أعتقد لو ما نكحوش مع تنهاج ما أعتقدش ممكن ننجاحه مع مدربين تانين. مش بس لأنه هو مدرب كويس. متفاعل به رغم الظروف الصعبة اللي بيمر بها الماني يونيتد شخصية شخصية قوية جدا. حتى النهارده في التمرين أو بعد التقارير بتقول أنه هو كمان بدأ صوته يعلم في التمرين على النجوم الكبار وبدأ يعمل كنترول كويس قوي على الدريسنج روم. هل شخصيته ستكون جزء كبير جدا من نجاح الماني يونيتد؟ إذا سابوه يشتغل زي ما هو عايز. هيعمله عايزه. يعني أعتقد هيفر كتير جدا. لكن مش بيبقى تفاعل أكتر بتنهاج أو تفاعل أكتر بالمدرب. قد ما هو تفاعل بالسيستم اللي نادي بيمشي به. شكل التعقدات عامل إزاي. المراكز اللي أنت بتجيبها. غرفة الملابس عامل إزاي. أنت محتاج اللاعب ده ولا لأ. مستوى اللاعب عامل إزاي. المين اللي اختاروا. اختاروا جنان عليه. كل الحاجات دي بيشتغل بيها. منشي سر نايتد بقى الفترة طويلة جدا. ما بيشتغلش ذا. يعني شفنا مثلا في ليفربول حتى لما خرج مايكل إدوارد مثلا البديل بتاعه. شفنا بيتعاقد مع محمد صلاح. بيجدد مع محمد صلاح بمنتقى الهدوء. بيتعاقد مع نونيز. بيتعاقد مع كارفاليو. بيشتغل بنفس السيستم اللي خرج بيه إدوارد. يمكن أن الكل بيتكلم أن ليفربول هيتأثر بخروج حتى دياز جيب وقت عبقر. بالزبط. لكن أنت في النهاية لو أنت عندك سيستم تعقدات جيد. ده يفرم معك. أعتقد أن الشكل اللي عليه منشيستر نايتد حاليا مع مزيد من الصبر مع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة سنين من البناء والشغل الجيد هيوصل لللي وصله ليفربول ومنشيستر سيتي المستهدى. طب أنت محمد بتتكلم على البناء. هل أنت شايف أن المان يونايتد دلوقتي في مرحلة تجديد الفريق وحأخذ من دوة واروح لرونالدو. كريسيان ورونالدو لليوم الرابع التوالي. مش متواجد في الاستعداد للموسم القادم. بقاءه ورحيله. الأسبوع اللي فات قال. لو في عرض مناسب. أنا ممكن أن أمشي. شايف إزاي قصة رونالدو مع المان يونايتد الفترة اللي جاي. قبل رونالدو. فكرة البناء مع منشيستر نايتد. يمكن هم بدأوا يبنوا في وقت هم بخل في كل موسم. بيصرفوا فلوس كتير جدا. على لعيبة أقل من الإمكانيات توليلة جدا. لما جابوا مدرب الصح في التوقيت الصح. للأسف قللوا بشكل كبير جدا الميزانية. الرواتب والميزانية كمان اللي هتعاقد بها لعبين. يعني أنا شايف أن رونالدو يعني اتعامل بأنانية كبيرة جدا مع منشيستر نايتد. بأنانية. بأنانية كبيرة جدا مع منشيستر نايتد. في المرة الأولى استغل ورقة منشيستر سيتي. والانتقال منشيستر سيتي. علشان الضغط على منشيستر نايتد حصل. وراح منشيستر نايتد قدم موسم جيد. وأحرز هداف كتير. لكن بيأخذ دراجة كبيرة. لكن فكرة أن أنا في وقت أنا منشيستر بيبني الفريق. كان كل الشكوك بتقول أن تنهاج مش هيحتاج رونالدو وهيمشي. لكن الرجل قال لا أنا محتاجه وهبني عليه الفريق. فإذا أنت خلاص في نهاية مسيرتك. أنا متفاهم فكرة أنك عايز تلعب دور أبطال أوروبا أو غيره. لكن هيكون الإنجاز الأكبر لك مش إنك لعف دور أبطال أوروبا. لأنك لعبت كتير دور أبطال أوروبا. الإنجاز الأكبر لك إنك ترجع منشيستر نايتد وتقود مشروع منشيستر نايتد. الفريق اللي أنت رجعت ليه بعطفة كبيرة جدا. وده فريقي الأم وفريقي. وسمعنا كل الكلمات العطفية. في الوقت اللي احتاجك فريقك لمجرد تخفيض الرواتب. أنت بتقول أنا مش هكمل مع الفريق. يعني رغم من تخفيض الراتب 350 ألف سترليني. راتب كبير جدا. راتب كبير جدا. زي محمد صلاح حدفة دور إنجليز ثلاث مرات وربعات. يعني أنا بنتكلم إنه راتب كبير جدا. فأنت بتتخلى عن الفريق في ظرف صعب. الحاجة الثانية يعني أنا ما أعتقدش إن فيه فريق عائل في العالم كله. إذا بنتكلم كورة طبعا رونالدو لعب كبير جدا. كانت كبيرة جدا. ممكن في النهاية سن رونالدو وتدفع 300 أو 400 ألف سترليني في الإسبوع لعب زي رونالدو 39 سنة. يعني استمراره لفترات طويلة محل شكل. أعتقد صعب جدا. يمكن إلا لو كانت صفقة إعلامية. صفقة صفقة. ما أنا هاخد من كلامك ونقول هل يعني رونالدو واضح جدا إن الطريق مزدود. يعني حتى على مستوى البري سيزون مش موجود. على مستوى غياباته مش موجود. على مستوى تصرحاته. إنه مش عايز يكون موجود. هل سيبقى في البريمير ليج. وإنت بتتكلم على صفقات إعلانية. ممكن تشيلسي على سبيل المثال يكون رونالدو متواجد فيه. الفريق الوحيد ممكن يتعاقد معها ويدفع لرقم اللي هو طلبه. هو تشيلسي. لأنها هيكون في الأساس صفقة يعني صفقة إعلامية أكبر أكتر منها. لكن مش هيكون مناسب لطريقة تخل. مش هيكون مناسب لفلسفة تخل وطريقة تخل في تشيلسي. ممكن مع منشسترانيت هو محور لها بطول الوقت. الطريقة بتقوم عليه. فيه تخديم كبير جدا عليه من اللاعبين. مش هيلاقي دفئة ديها تانية. يعني شون كده كان الأفضل لي. يعني سأعاطفيا وسأعى المستوى الكهرة وحاجة كتير جدا أنه يستمر مع منشستراني نهارده. تشوف من الفرق اللي بدأت تكلم رونالدو. بنتكلم على روما مثلا في إيطاليا. بنتكلم على فرق. يعني حتى إمكانية رجوعه لريال مدريد. ريال مدريد ما رجعهوش في فترة. قبل منشسترانيت فترة. هو كان أفضل من كده. فبالتالي مستحيل مثلا ريال مدريد هيرجعه. لأنه مستحيل حتى هيقعد كارين بن زيمة والإثنين بقوا لعبه في نفس المركز حاليا. فبالتالي هو يعني أعتقد ما أدرش ما بيدرش الملف بالشكل الأمثل. لكن في النهاية ما أعتقدش أنه ممكن يخرج براءة البرمير ليج. والفرق الوحيد اللي ممكن يتعاقد معه يكون شيلسي. باير من أفل الطريق تماما يوفينتوس صعب جدا بالنسبة له. يوفينتوس كمان على مستوى صفقات يقدم صفقات كبيرة جدا. وزي ما قلت أنه يمكن على مستوى الدوري الإيطالي السنة الجاية يكون دوري قوي جدا. كمان أوريجي طبعا لعب ليفر بول السابق وفعاقد الميلان معه. وزي ما بقول لحضراتكم يعني الدوري الإيطالي بيضم مجموعة كبيرة جدا من لعبين المميزين. أوريجي طبعا بعد الانتقال من طبعا ليفر بول لميلان بطل النسخة السابقة من الدوري الإيطالي الآن نشوف مع حضراتكم. بأنني لا أزال قادرا على تخديم عطاء كبير. ولدي شغف وبهجة وخبرة. وأمل أن أساهم في تسجيل الأهداف وإرسال التمريرات الحاسمة. وأمل أن تتاح لي فرصة المساهمة في تشييد ملاخ في الفريق يشيع ألفة بين اللاعبين. ويساعدهم على المنافسة. لأن فريقا مثل إيسي ميلان يريد دائما أن يكون منافسا. تعجبني مثل هذه التحديات وأتطلع لها. أهلا بحضراتكم مرة تانية. تعليقك. هل خسر ليفر بول بخروج أوريجي للدوري الإيطالي؟ هل مكسب كبير للميلان في المنافسة طبعا ومنافسة على الحصول على الدوري الإيطالي؟ وطبعا الميلان بعد غياب طويل جدا عن دوري أبطال أوروبا بيعود كبطل للدوري الإيطالي؟ هو خسارة ليفر بول يعني ليفر بول خسر لعب على الدكة مهم بيشارك في أوقات مهمة جدا حاسم في أوقات كتير جدا فأعتقد أنهم خسروا ومحتاج لعب إما يكون خبرة أو يدي فرصة لناشئ أو لعب شاب في المركز ده. بالنسبة للميلان أعتقد هو مكسب كبير للميلان في النهاية صفقة مجانية لعب مش كبير في السن لعب عنده خبرات كويسة جدا يقدر يفيد للفريق ومناسب للميزانية اللي ميلان بيشتغل بيها كمان في الفترة الحالية لأن مهم دايما أن أنت تجيب لعب كويسة وفي نفس الوقت مناسبين للميزانية اللي أنت بتشتغل بيها فأعتقد أنه هيكون صفقة إضافة لخط هجوم الميلان بشكل كبير جدا للموسم الجاي بيهتم الميلان حاليا باللعابة الصغيرة في السن لعابة القابلة للتطور مع خبرات في نفس الوقت ما يدفعش مبلغ كبيرة فبالتالي أنك تاخد لعب زي أوريجي ما تدفعش مبلغ كبير فيه ويدعمك خط هجومك مكسب كبير طبعا مكسب كبير جدا وعلى مستوى طبعا الدوري الإيطالي لكن كمان الليجة الأسبانية وطبعا انتقالات اللاعبين في الليجة الأسبانية وخاصة برشلونة شايفها إزاي على طبعا السنة اللي فاتت لازم برشلونة وشابي بيقول أنه بيشتغل على مشروع والمشروع بدأ باستخدام بعد اللاعبين الممازين شايف إزاي الانتقالات في برشلونة السنة يعني يلسه شوية السوق في برشلونة وداشة ممكن مع الظروف لكن أعتقد أن صفقة كيسي وصفقة كريستنسن صفقتين مهمين جدا أقول لنا اتنين لعابة صغيرين في السن يعني عندهم خبرة كويسة جدا كيسي لسه فايز مع الميلان بدور لطول اللاعب 25 سنة لعب حندقوة بدنية كبيرة جدا فوسة الملعب هيدر يكون مفيد لتشافي بشكل كبير جدا كريستنسن في الدفاع مع أراخو ودفع هاي ودفع كويس جدا 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 مع الدنمارك كمان بيزر بشكل أفضل كتير كمان منه مع تشيلسي أعتقد صفقتين مهمين أنت ما دفعتش فيهم مبالغ كبيرة أعتقد كمان التجديد مع عثمان ديمبليا يعني خلاص وشيك التجديد معاه وهي وافي بكل الشروط خاصة أن خلاص ما فيش حد قبل بشروطه وفي كلام النهاردة مع تشيلسي على ألونسو وأزبالكويتا صفقتين مهمين جدا مش هيدفع فيهم بارسلونو مبالغ كبيرة هيتبقى الصفقة ألونسو بكشمال تشيلسي ألونسو بكشمال تشيلسي وأزبالكويتا قلب يدفعه وبك يمين وبلعب بكشمال تشيلسي برضو برضو هيكونوا قوة كبيرة كبيرة جدا مع منتخب أسبانيا ومع تشيلسي والاتنين عندهم رغبة أنهم يرجعوا أسبانيا ويلعبوا في بارسلونو في كلام مع أزبالكويتا على موسمين تعاقد موسمين وكذلك ألونسو المبالغ اللي هتدفع لهم هي مبالغ صغيرة مش مبالغ كبيرة للاتنين لعيبة فبالتالي صفقتين مهمين جدا إذا تموا هيتبقى الصفقة الأهم ليهم الموسم الحالي هو طبعا الليباندوسكي هنيجي الليبا لكن زي ما أنت قلت صفقة مهمة جدا على مستوى وسط الملعب طبعا كيسي طبعا لعب العاجي من سحل العاج لعب أميلا السابق كل اللعب مهم جدا جدا على مستوى اليقى البدنية على مستوى نقل يعني الكورة من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية كان أكيد سعيد تعالوا نشوف فرانكي سي اللاعب برشلونة الجديد قال إيه بعد الانتقال إلى الكتالوني عندما يصل اللاعب في نادي جديد فإنه يفعل ذلك بنية المضي قدما ليس للخلف لقد وصلت إلى مكان مهم أنا أتطلع إلى إظهار ما يمكنني فعله يجب أن أتعرف أولا على الزملاء والجهاز الفني والمدرب لقد تحدث مع أبراهيم فيتش وأعطاني استشارة جيدة وأخبرني أنني وصلت إلى فريق جيد أخبرني أن أعمل بجد وأن أواصل القيام بنفس الأشياء التي كنت أفعلها هناك وبإمكاني الوصول إلى ما أريد بقدر المستطاع فرانكسي طبعا صدقة مهمة جدا لبرشلونة في وسط الملعب يعني في حالة خروج كمان ديونجا أكيد هندوم عندهم عن البدائل لكن على مستوى الهجوم وبنتكلم على ليفا هل برشلونة قريب من ليفا هل حيبقى في بيرن؟ أنت شايف؟ أعتقده قريب من بيرن من برشلونة خاصة هو سهل كثير على برشلونة لأنه ما عنده مشكلة في تأخير التفاوض أو أنه يكون آخر صفقة برشلونة يتعاقد معها لحد ما يتم كل أمورها يمكن برشلونة ماشي دلوقتي في طريق أنه يتم كل أموره سواء بالإعلان أو بقيد كيسي وكريستينسن ففكرة أنه ما بيضغطش على برشلونة في توقيت الانتقال ده بيفرد برشلونة هي يكون قدر يحسن وضعه المالي ويقدم فعلا أول عرض لبيرن منك فما أعتقدش أنه يبقى فيه توقيت كير يعني الأمور هتتوقف على احترام بيرن لمسؤول ليفربول مسؤول بيرن منك وسؤول بيرن منك حينتظره لما يرجع ليفندويسك التدريبات في الفريق ويحترم تعاقده مع الفريق وبعدين يبدأوا يشوف فكرة انتقاله أي كلام على انتقال ليفندويسك من جير ما يرجع بيرن منك ويحضر التحضيري مع الفريق مش هيكون في صالح لال ليفندويسك ولا في صالح برشلونة بيرن عنده حدود واضحة جدا عنده احترافية واضحة جدا أنت ما تضغطش على النادي لازم تنزل الفريق وبعد ما تنزل نبدأ نتكلم وتتكلم على نموذج نموذج ليفا وكمان نموذج بتاع رونالدو اختلاف كبير جدا حتى في ثقافة نتكلم على اثنين لعيبة كبار جدا يعني عدم وجود رونالدو لغاية دلوقتي في البري سيزون مع الماني يونيتد نتيجة لها اختلافات في التعاقد لكن على الجانب الآخر ليفا طبعا مطالب بشكل كبير جدا في برشلونة أخوان لابورتا قال ايه عن هذا التعاقد وتعاقدات أخرى لبرشلونة للموسم القادم ديونغ لاعب في برشلونة وما لم نشعر بالحاجة أو الاهتمام ببيعه فلن نفعل ذلك فرانك ديونغ ليس للبيع نحن نعلم أن لديه عروض وإذا كنا في لحظة معينة لكن في الوقت الحالي لن نبيعه بل وأكثر من ذلك قمنا بجلب فرانك آخر فرانك كيسي إذا لم يوافق عثمان ديمبلي على اقتراحنا فلن يكون ذلك ممكنا إذا قبله فسيبقى معنا ولكن يجب أن يقبل اقتراحنا إذا لم يوافق فلن يكون هناك الفائدة من جانبنا لأنه يجب علينا تكييف أجر اللاعب مع الهيكل الذي وضعناه وهذا ينطبق على الجميع ليس فقط لعثمان ولكن للجميع لن أتحدث عن أي لاعبين بأي معنى من الاحتمالات لا تجعلني أتحدث عن اللاعبين لأنني لن أفعل ذلك الحديث عن اللاعبين لا يضيف أي شيء إيجابي لمصالح النادي لا تجعلني أتحدث عن الجميع لا تجعلني أتحدث عن اللاعبين أخوان لابورتا طبعا الرئيس برشلونا بيوضح حاجات كتير منها طبعا فرانك ديونج وبيقول لك اللاعب مرتبط بعده وإحنا مش عرضينه للبيعة في بعض العروض لكن هو متمسك به كمان نتكلم على عثمان ديمبلي وبيقول إن إحنا مقدمين له عرضه ومنه الطبيعي أن يوافع على العرض ده شايف وتعليقك إيه على أخوان لابورتا وفي موضوع انتقالات اللاعبين ديونج خفض راتبه بالشكل اللي برشلونا طلبه ماعتقدش أنهما هيبيعوا ديونج لأنهما عارفين استبدال ديونج صعب لكن بيحاولوا حوال مكسب اقتصادي منه إما ببيعه يدر يوفر بمبلغ كبير لو ده ما حصلش هو قدر يخفض هيبقى ضمن لعب لعب كمتو كبيرة جدا كمتو 80 مليون فبالتالي أعتقدهما ممكن يوصل لتفاق أنه يخفض تعاقده في حل عدم رحيله ووقتها هيبقى حقق مكسب إذا أتمرت مع الفريق هيحقق مكسب كمان مع اللعبة الصغيرة الكتير اللي بقت موجودة في برشلونا جافي بدري أن صفاتي رجع أعتقد الفريق ماشي بشكل كويس مرحلة البنى الأولى شغال كويس يمكن ده يمكن الفضل فيها بيرجع كمان للماتيو اليماني شغال بشكل هايل جدا مع برشلونا فكر برشلونا في الظروف الحالية وفي الوضع الاقتصادي المعقد جدا الحالي بتتعاقد مع لعب زي دي بيتجدد لعب زي دي كمان قادر كمان تفرض شروطك على لعبك كانت بتطلب منك مبالغ كبيرة جدا للتجديد النهاردة بتوافق على مطالبك أعتقد ده زكاء ونجاح كبير جدا لي وتريد إدارته لي موسم الانتقالات الحالي أكيد طبعا هيبقى موسم مميز كمان لبرشلونا الناس كلها مترقبة حالة برشلونا الموسم القادم ايه تشافي جيب بمشروع بدأ المشروع بالفعل أزمات اقتصادية كتيرة جدا جدا لكن من الواضح أن هم مرتبين الأوراق بشكل جيد شغالين بشكل أفضل كتير من الفترات السابقة طبعا هم هيعانوا شوية لكن لما نيجي نبص على فريق الكورة الحالي مستوى اللاعبين وشكل اللاعبين التوليفة الحالية لا التوليفة تقدر تنافس على الدور الأسباني كان كله بيتكلم برشلونا ينهار بشكل كبير جدا لكن احنا النهاردة نبص تقريبا في كل الخطوط قدروا يضيفوا لعيبة جيدة جدا كريستينسن في خط الدفاع كيسي في وسط الملعب لفندويسكي في الهجوم بنتكلم كمان عن لعيبة أنسوفيتي أو بدري أو جايفي لعيبة كتير جدا كويسة إذا أنت أسبل كويتة كمان هتضيفه فبالتالي احنا بنتكلم نحن قدام تشكيل قوي جدا لبرشلونا المسلم الجايب بأقل بأقل إمكانيات لو جنى الحصيلة في النهاية اللي ممكن يصرفها برشلونا هتكون 60 مليون سترليني مثلا وده رقم قيمة صفقة وحيدة بيتعاقد بها عندها في الدورة الإنجليزية فده أعتقد مكسب كبير لبرشلونا أكيد كلنا مترقبين محبي برشلونا زي وزيك مترقبين طبعا برشلونا الموسم القادم طبعا محمد بنشكرك شكرا جزيلا انا تواجدك معنا دايما سعداء بك أنا سعيد في وجود دايما مع حضرتك وفي المحترف في قناة الأهل سعيد جدا شكرا شكرا كل سنة وانت ضعي هنطلع فاصل سريع بعد الفاصل نجمنا المتميز يوم الخميس محمد الباز ورؤية جديدة لانتقالات الأوروبية ولعيبة على مستوى البدني على المستوى التكتيكي أرقام وأحصيات بعد الفاصل مع محمد الباز